السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن ناس لهم معنا ولكم مرحبا بكم في قناة شو بيرديزات رغم أنه شاهدنا بالأمس بالصورة والصوت والمحرز والسان وفمه ودمه وعينه يتكلم بالصحة قال يتكلم بأنه يريد الباقي يعني هو باقي في مونتشيستر سيتي لكن قال كلش بالمكتوب مش يعارفين القادر يعني مش يعارف يعني هو أهدرها بصحب مش عارف لأيام اللي جاية مش عارف شكاين اليوم أنا صورتو فانيك ما نكذبش عليكم وين أنا من المتتبعين بزيب السعيد فلاق يعني دائما نقارع له باش يدير بايان هاكا ولا باش يوضح خات صورتوه وخات سوكو تتاعو مازا ما باش وشاهدناك باش أتكلم على انتقال لعاب جزائري إلى فريق فرنسي نادي فرنسي وخرجت صح يعني يجيب لك المعلومة يجيبها في وقتها ما ما يلعبش يجيب المعلومة التحاف في وقتها ونحن حسب الإعلام وين شعرناك باش أنسيلونتي يحدد أول صفقته في ريال مادريد يعني بسأل من أجل ريال محرز وين كارلو أشيلونتي يستقر يريد صفقة وين أكد تقرير صحيف صحافي إيطالي أن المدرب كارلو أشيلونتي يعني وين مدير فني لريال مادريد الإسباني يريد استقرار على أول صفقة هجومية في الانتقالات الصيفية الصحيفة من هذا الصحافي الإيطالي أكد في تقرير له أن المدرب الإيطالي يريد ضم جناح الجزائري ريال محرز لعاب منشيستر سيتي للصفوف الفريق الملكي يعني أنسيلونتي اللي كان مدرب في إنجليز وين شاهدناك باش شاهد ريال محرز شاهد عن قرب يعني شاهد ريال محرز عن قرب قدامها حي شاهدها حي قدامها يجري ما شاهده في إزاجة ولا شاهدها قدامها يجري يعني وين حسب هذا الصحيفة الصحافي الإيطالي أكد في تقرير له أن المدير الإيطالي يريد ضم جناح الجزائري ريال محرز لعاب منشيستر سيتي لصفوف الفريق الملكي وأضاف الصحافي أن المدرب الإيطالي يرى أن محرز سيمثل إضافة قوية للغاية لترسنة ريال مادريد الهجومية كما أن الصفقة لن تمثل عب مالي على النادي الملكي وأوضح الصحافي أن إدارة النادي الملكي قد تعرض مبلغ يتراوح ما بين 60 و 65 مليون يورو على إدارة منشيستر سيتي لإقناعها بالتخلي عن خدمات الجناح الجزائري ونجم منشيستر سيتي وأشار في التقرير على أن العائق الأساسي أمام ريال مادريد سيكون رغبة يعني كما نقوله إحنا جواردولا ندرب منشيستر سيتي في الحفاظ على رياض محرز يعني في ون نجم يعني ون لعاب يعني أساسي خلال الموسم المقبل وأضف أن يريد ون جواردولا يريد الحفاظ على لاعبين الممتازين من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل تحت قيادة يعني المدرب تحت قيادة منشيستر سيتي يعني تحت قيادته ونشاركة لرياض محرز يعني في إنجازات يعني تعالى الموسم يعني في الإنجازات ون نقوله باللي دا الشامبيونة الدا لا كوب دا وصل في نال يعني نقوله باللي الموسم التاعو يعني موسم الدور الإنجليزي الماضي وإن كان ناجح يعني نقوله باللي ناجح لرياض محرز مئة بالمئة ما نشوفوش وإن يخسر كي يخسر الفينال وإن قبل بنهار قبل الفينال وإن كانت الناس تتغنى برياض محرز وكانوا مرشحينوا باش يروح باش يدي جائزة باش يتروح مع الخمسة الولى في جائزة أحسن لعاب في العالم يعني مين نخسر شوية وقضية تاعو يعني وتعرفوا كيفاش الناس كيفاش منافقين قضية على العلام وين شاهدنا كيفاش كما يقولك الإحصائيات تاعو وين شاهدنا كيفاش نقصولهم قلعوهم من التشكيلة المثالية تاع الشانفينز ليك قلعوهم تاع الفيفا قلعوهم من المسابقة من المسابقة تاع الأحسن هدافين يعني في الشامفينز ليك وين مركة ربعة ومركة ربعة ومات ربعة وين داروا ذاك الألماني لي مركة دوي بيت دايرين هم شي دايرين محرز في التشكيلة المثالية تاع البريميليك فانيك وين دايرين صالح ليما عندوش احنا نهدروا دايرين صالح ليما عندوش مداوالات وما كاش مؤثر في البطولة الإسبانية الإنجليزية ما كاش عندو تعثير ما كاش عندو يعني علامة إشعارية كبار كما كان الإعلام كان يتكلم على رياض محرز وين دايروه يعني حجب روك تشوف دروك هو مسكين قال لك أنا قال لك أنا بغين في مونشيستر وينكملها في مونشيستر وقال لك بالك دعايات ولا بس عشتي قال لك كلش بالقادر ما نجمش نحكم كلش بالقادر يعني كلش بالقادر حنا إن شاء الله بربي نشوفه رياض محرز يعني يروح للريال حاجة مليحة يقعد حاجة مليحة المهم حنا نشوفه رياض محرز نشوفه بلي لعاب جزائري وينما يروح رانا معاه مع كاش نقولوا بلي يروح أنا أقولك ونعود يروح يلعب في شامبيونة لزانديا كونتر وارستير نتبع لزانديا نحوص على ود بلادي أنا وينيكون نكونوا مورا إن شاء الله بربي هذا يوم أنشلوتي يعني باش يركز على هذا الصفقة يعني وإن حتى كما شافوش شافها قدامه شاف رياض محرز يجري بسحمه ودحمه شافها كيفاش يمرغ الغاشي أنشلوتي شاهد باللي يمرغ الغاشي قدامه منشي قضية تعلق فالك لا من صحيفة وإن هذا الصحافي الإيطالي وأكد في تقرير له أن المدرب الإيطالي يريد ضم جناح الجزائري رياض محرز لعاب موشيسا لصفوف الفريق الملكي أضاف الصحافي أن المدرب الإيطالي يرى أن رياض محرز سيمثل إضافة قوية للغاية لترسنة الميليغري وإن ريال مادريد هجوميا كما أن الصفقة لن تمثل عب مالي على على النادي الملكي وأوضح الصحافي أن إدارة النادي الملكي قد تعرض مبلغ يتراوح ما بين 60-65 مليون يورو إلى إدارة منشيسا لإقناعه بالتخلي عن خدمات جناح الجزائري نعم قلوب اللي إحنا إلا فيها صحة ما فيها أنا ماذابية ما كلمش لكم ماذابية روح الريال ماذابية يروح الريال خلتش على الريال يبقى محمي أحسن من الإماراتيين يعني يبقى أحسن منهم محمي مئة بالمئة يربد مع الشي يربد والله معلى بالهم محمي ومحمي من المسكين ومكش لتوشي النادي الملاكي باش يتوشي لون نجوم التوع ولا باش يتوشي مكش عبتش أوزي المسكين وين راح راح المؤامرات تعالى وين كانوا متأمرين عليه على ذيكم قلوب اليوم رياض محرز نتمنى ولو كل الخير على اللعاب هذا الجزائري ليقدم الكثير كرة القدم الجزائرية كرة القدم الافريقية وين فانك من ننسى وين ايطو وين قال لهم لعاب لي راح يمثل الجزائر احسن مثل افريقيا احسن تمثيل وين قال لهم ليمثل افريقيا احسن تمثيل وحنا نفتخره بيه احنا انا واحد من الناس رياض محرز دائما وين نفتخر به يوم الالتحاق بتاعه بالجزائر يعني عاقل درج فيديو مازال كاي الفيديو يدور قلت لهم رياض محرز غادي هذا قلت لهم هذا اللعاب كلمة زا ما باش قلت لهم هذا اللعاب غادي يقول لي في الحدورة تاع الخميس يقول لي يتريب لي الغشي وفي العقبة يقول لي يطيح الغشي خرجت صح خرجت صح ما كذبتش فيها عليكم قلوا بلي محرز يلعب في الرياض في البارس ما كانت تعوي ما يروح كاينة بدناولوا الخير ان شاء الله بربي علي يا صحي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة